أجواء عظيمة جدا إن اقتلاء الناس المحرمين ضيوف ربنا بأرض عرفة وده أعظم يوم وربنا يتجلى على خلقه وعلى عباده ويباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول للملائكة انظروا يا ملائكة هؤلاء عبادي شعثا غبرة لأنه هم بيبقوا في عرفة وبيبقوا محرمين من اليوم اللي قبلوا اللي هو يمنزل حجة ونيمين بقى ببشاكرهم بقى وييمين منهم بقى شعرنا منكوش ولا بينا نسرع ولا حاجة والناس نايمة بقى واللي نايم على الأرض وبتاع ففي هذه الأجواء والناس بتتضرع لربنا وبتبكي وكله مقبل على الله وربنا ينظر إلى عباده بعين الرضا وعين الرحمة وعين المغفرة القرآن الكريم بيكلمنا عن المشهد ده في صورة البقرة والإفادة من عرفات بقى احنا نازم من عرفة بالليل بعد غروب الشمس بيسموها النفرة كل الحجاج بقى كله في وقت واحد كله نازل راية على مزدلفة المشعر الحرام عشان يذكروا ربنا وربنا يأمرنا بالذكر فاذكروا الله عند المشعر الحرام وبعدين يقول لما تنتهوا من أداء المناسك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله برضو طبعا لازم ذكر ربنا على طول ماشي وبعدين القرآن في ختام المشهد بيدينا أنه فيه ناس بتطلب دنيا بس وفيه ناس ما شاء الله أصحاب الألباب والعقول واللي عندهم بصيرة عايز يقولوا ربنا أسعد في الدنيا وأسعد في الآخرة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا يقول لي أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب جي بعديها بعد الآية دي قالوا اذكروا الله برضو طبعا عشان نحيا حياة كريمة رب الكعبة لا غنى عن ذكر الله مش هنقدر مش هنقدر نحيا حياة طيبة بدون ذكر الله وانا النهاردة عنوان الحلقة هيطلع لكم دلوقتي على الشاشة ربما يتخض منه البعض شوفوا الآية بتقول ايه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا شمعنا الآية دي بقى لنا حبيت يكون هو ده ما أضوح حلقتنا في نسخة تانية في آية تانية في سورة طاها بتتحدث في نفس الإطار ربنا يقول ليه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يا في الدنيا طبعا طبو يوم القيامة إذا كان هو أعرض عن ذكر ربنا يوم القيامة يروح فين ده قال ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى عرف ليه الناس كثير من الناس دلوقتي تحس أنه تاية تاية في الدنيا لأنه دي النتيجة الطبيعية اللي نسوا الله فأنساهم أنفسهم معينا ربنا قال لنا كده قال لنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم يا جماعة بهدوء شديد والله العظيم مش هنقدر نحيا حياة كريمة حياة طيبة إلا ما نذكر ربنا في كل وقت وفي كل شيء وإنت بتتعامل مع الناس أذكر ربك خاف ربنا فتقوم تعامل الناس على أكمل وجه وإنت بتشتغل خاف ربنا لمد إيدي ولا اختلس ولا ارتشي ولا كن لقم حرام ولا أقبل على عيالي ولا على بيتي لقم حرام خاف ربنا وهو معكم أينما كنتم يعني الواحد أحيانا يحلم كده أنك تغمض عينيك وتصحى وتلاقي المجتمع كله بيذكر ربنا وبيخاف ربنا هتبقى المدينة الفاضلة طبعا الناس هتحيا حياة كريمة وحياة طيبة وحياة سعيدة مش هتلاقي بقى احتكار للسلعة مش هتلاقي بقى ناس بالتاجر بقوة الناس الغلابة وانا بخطب الجمعة مبارح كنا بنتكلم عن طبعا أيام ذي الحجة والأعمال الصالحة عايز أشرك حضراتكم في جملة خرجت من في رسول الله من فم النبي هما جملة الجملة دي اتكررت خرجت من فم رسول الله اتكررت تقريبا ثلاث مرات اتقالت رقم واحد الجملة دي للحسين من الحسين يا نهر بيد يا نهر بيد علي الصلاة والسلام عليها الصلاة والسلام سيدنا الحسين عليها الصلاة والسلام ده سبط النبي حفيده يعني والنبي ما كانش يقول سبطي ولا حفيده كان يقول ابني حسين ده ابني ابني هذا الحسين الحسين اخ الحسن والاثنين سيدة شباب اهل الجنة والحسين عليه الصلاة والسلام كان شديد الشبه برسول الله والنبي كان يحبه جداً النبي كان يعمله جمل ويركبه لما تروح تزور سيدنا الحسين عندنا في القاهرة تروح مسجد سيدنا الحسين عشان تزور سيدنا الحسين هتلاقيهم حطين حديث النبي كده ها وانت داخل على باب الجامع هتلاقي محطوط كده حديث النبي حسين مني وانا من حسين حسين مني ماشي حسين من النبي اه ماشي فيه جينات من النبي اتفقنا حسين ده حتة من النبي موافقين النبي قال حسين مني ماشي انما انا من حسين يعني شوف قدر الحسين ايه شوفت لدرجة انه لما دخل واحد من الصحابة ولقى النبي عامل نفسه جمل اللهم صلي عليه اللهم صلي عليه اللهم صلي عليه ومركب الحسن والحسين وبيمشي بيهم فالراجل بقول نعمل جمل جملكم ايه ده ايه يعني عايزه لهم انتوا عارفين تركبين على ظهر مين ده ده حبيب ربانا ده افضل الخلق على الاطلاق على الاطلاق سرنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي يرد على الجملة دي يقول ايه ونعمل راكب وهو هو مش اي حد راكب ده دول حاجة كبيرة قوي شوفت ازاي الجملة دي لما تتقال على الحسين ماشي حسينه مني وانا من حسين ماشي كبيرة قوي الجملة دي عظيمة اتقالت لحد تاني اتقالت لاتنين كمان يا نارا فيض اتقالت على عيلة عيلة قبيلة يعني وتقالت على شخص ده مين دول العيلة اللي اتقال عنهم كده الاشعريين الاشعريين دول من اليمن اللي منهم سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه صحابي جليل من صحابي سيدنا النبي النبي بيقول ايه بقى الحديث في الصحيح ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو لما كانوا يبقوا في معركة والزاد اللي معاهم الزاد الطعام والكلام ده مش كفاية يعني اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة او هم حتى في المدينة والاكل الزاد بتاعه مش قد كده يعني قليل يعني كأنه فيه ازمة اقتصادية عندهم يعني عملوا ايه بقى الاشعريين للعيلة دي عملوا ايه جمعوا كل العيلة كل العيلة جمعوا ما عندهم كل واحد يطلع اللي عنده فيه اناء واحد شوف ازاي يعطوه في مكان واحد فاللي يمتلك مئة الف يجيبها واللي يمتلك خمسمائة الف يجيبها واللي يمتلك مليون يجيبها واللي يمتلك عشرة جنيه يجيبها وكده كده او عشرة دراهم يعني اللي يمتلك متر غيف بيجيبه واللي يمتلك غيف واحد بيجيبه جمعوا مكان عندهم في مكان واحد في حتة واحدة واقتسموه بينهم بالسوية في إناء واحد كله زي بعضهم قولي كده حضرتك مين يعمل كده النهاردة فالنبي بيقولي بقى عن الأشعارين دول هم مني وأنا منهم ايه ده ايه الجملة دي ايه الشرف دول ايه الشرف للناس دي بس هو الله الواحد يقابل للناس دي او الله شنهم على راسي دول النبي بيقول دول مني وأنا منهم وأنا منهم ايه ده ليه ليه اللي في ايديهم مش ليهم ليه حنينين على بعض ليه في طراحهم ليه اللي إناءه ممتلئ يفرغ من دلوه في دلو أخيه يا سلام احنا أهلينا نقولك الملان يكب على الفاضي كلاهي مني نحن ده